موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدنا إلى أسبوع الصحافة وأبدأها بالعناوين أخبار الخليج البحرينية مخطط إيراني لتغيير التركيبة السكانية في العراق صحيفة عمان العمانية خلافات سياسية وراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة وتتساءل الغد الأردنية في تقرير لها لماذا تفوق نسبة وفيات كورونا في إيران نظيراتها العالمية من المقالات يكتب حمود أبو طالب في عكاذ السعودية نظام إيران تصدير كل الأوبئة ويكتب صالح الشيخ خلف في الصباح العراقية كورونا يغير معالم الحياة نلتقيكم بعد الفاصل البداية من أخبار الخليج البحرينية وعنوانها مخطط إيراني لتغيير التركيبة السكانية في العراق وتروي الصحيفة اكتشاف وثائق عراقية عن تغلغل بعناصر من المخابرات الإيرانية في دوائر الجنسية العراقية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي وأن مئات الآلاف من هويات الأحوال المدنية وشهدات الجنسية العراقية ومثلها من الجوازات صدرت خلال الأعوام التي أعقبت الاحتلال الأمريكي بهدف تجنيس مبرمج للإيرانيين أو لعناصر أجنبية موالية لإيران وذلك عن طريق زرع موظفين ينفذون أوامر جهات سياسية تسعى إلى إحداث خلل في التركيبة الديمغرافية ومن عنوين صحيفة عمان العمانية خلافات سياسية وراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة وتضيف الصحيفة أن هناك تغييرات في شروط تشكيل الحكومة الجديدة وإشارة إلى استبعاد إخراج القوات الأمريكية وتنفيذ اتفاقية الصين وأن اختيار رئيس الحكومة سيكون لعام واحد وبمهمة محددة أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتغفير حدة نقمة الشارع بقرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين وفي كل الأخبار العراقية نطالع بلسخارت تتحدث عن تحول في التعامل مع العراق وسياسيون جزء من تكريس فكرة التدخل الأممي جاء ذلك في الإحاطة التي قدمتها السيدة جينين بلسخارت الممثلة الأممية في العراق لمجلس الأمن وهي بمجملها تكريس فكرة مواجهة ومعالجة الميليشيات وإضعاف التدخلات الخارجية الإيرانية وإمكانية أن تكون تلك التقلبات جزءا من حالة التغيير أما العربي الجديد اللندني فجاء فيها حلفاء إيران يحركون ملف ضحايا قصف التحالف الدولي وتنقل الصحيف عن قانونيين عراقيين أن الحكومة تعتبر مشاركة بصفة متورط في قضية سقوط ضحايا مدنيين بغارات التحالف كونها منحت الترخيص لعمل التحالف في العراق وأيضا الطيران العراقي نفسه تورط في جرائم مماثلة خصوصا في الموصل وبيجي والحويجة والفلوجة وهنا يؤكد المحامي محمد العزاوي على أن السلطات العراقية ضمن دائرة الاتهام وليست خارجها وتتساءل الغدو الأردنية في تقرير لها لماذا تفوق نسبة وفيات كورونا في إيران نظيراتها العالمية يقول التقرير المتابع لأخبار تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران هذه الأيام يرى أن الإحصائيات الرسمية تسير عكس التيار العالمي وينقل التقرير عن الموظف السابق في منظمة الصحة العالمية كوروش أحمدي قوله إن عدم تناسب نسبة وفيات كورونا في إيران مع الدول الأخرى لا يخرج عن ثلاث فرضيات الأولى هي الضعف النظام الصحي في إيران وعدم قدرته على احتواء الأزمة والفرضية الثانية هي عجز جهاز الصحة في إيران عن اكتشاف الفيروس والفرضية الثالثة هي إخفاء الأرقام الحقيقية من قبل السلطات الإيرانية ومن جهته سلط أستاذ علم النفس حافظ باشغلي الضوء على أداء مسؤولي بلاده واتهمهم بارتكاب أخطاء خلال إدارتهم للأزمة أما الآن فأنقلكم إلى الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى زاوية مقالات حيث يكتب محمد عاكف في البيان الإماراتية أزمات العراق تتعمق وتزداد حدة والأوضاع في العراق لم تعد تتقبل أنصاف الحلول ولقاءات منتصف الطريق وأمساك العصى من المنتصف فيما يتعلق بسيادة البلد فقد وضعت الانتفاض حدا لذلك يقول الكاتب وأصبح هناك إجزام وطني لصالح الانحياز نحو تغيير حقيقي في البنى العقائدية والسياسية يستعاد في أطورها العراق بالكامل إلى أهله وذويه بلا أي شروط أو قيود وسطية فيما يكتب حمود أبو طالب في عكاذ السعودية نظام إيران تصدير كل الأوبئة ويرى أبو طالب أن النظام الإيراني يشكل خطرا مستمرا على الأمن والسلم العالمي بنشر الإرهاب في محيطه القريب والبعيد ومع انتشار فيروس كورونا في إقليمنا عبر حالات ثبت قدومها جميعا من إيران ويثبت ذلك أن النظام الإيراني يفتقد أبسط وأدنى معايير الإنسانية بل يثبت أنه نظام إجرامي بامتياز فماذا ينتظر العالم قبل إزاحته أخيرا يكتب صالح الشيخ خلف الصباح العراقية كورونا يغير معالم الحياة وينقل الكاتب عن الدبلوماسي المخضرم العجوز هنري كيسينجر قوله إن الولايات المتحدة لا تملك عصى لحل أزمات العالم وإنما تستطيع إدارة الأزمات ويمضي الكاتب بقوله الأكيد نحن أمام حياة جديدة يدخل فيروس كورونا في صناعتها وما هو إلا هزة مبكرة وخفيفة من هزات الزلزال العالمي الجديد الذي يريد أن يدخل بنا للحياة الجديدة مشاهدينا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور فتح الأغوات الكاتب والمحلل السياسي ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور فتح الأغوات الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك دكتور فتح حمانة أهلا بك دكتور نبدأ من صحيفة أخبار الخليج البحرينية عنوان مخطط إيراني لتغيير التركيب السكانية في العراق ما الغاية الرئيسية من ذلك برأيك؟ حقيقة هناك قوة ودول بالمنطقة كان لها هدف كبير في تغيير الديمقرافية العراقية السكانية سعت هذه القوة من خلال عدد من الأعمال الإجرامية التي قامت بها من خلال التهجير والتعاون مع حلفاء لها بالداخل العراقي كما حدث سابقا في محافظة ديالة أدى إلى تهجير العديد من السكان وهناك عملية تهجير وقتل واختطاف هذا كله انعكس بسلبا على تفريغ هذه الأراضي أو هذه المدن من السكان الأصيل لهم بالأغلب كانت محافظات سنية فهذا هدف طائفي إقليمي سعاد دول إقليمية لتحقيقه خلال تفريغ هذه المنطقة وخلق اختلالات توازن في السكان في هذه المناطق نعم ننتقل إلى موضوع آخر دكتور حول فيروس كورونا موقع سبوتينيك الروسي عن مصدر سياسي يقول أن نتائج فحصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي في بغداد بيانت إصابة عشرة برلمانيين بفيروس كورونا فيما ينفي عدد من النواب ذلك ويقولوا أن الأخبار غير صحيحة ما تعليقك على ذلك ونحن نعلم أن الحدود ما زالت مفتوحة بين العراق وإيران وهناك اختلاط بين برلمانيين ومسؤولين عراقين وإيرانيين في الواقع أن الحالة المبهمة التي يعيشها العراق الآن هناك تكتم شديد هناك تخبط في كثير من المجالات ومنها المجال الصحي أو الناحية الصحية والآن في أزمة فيروس كورونا التي عمقت هذا الشرف لا يوجد هناك قرارات صحيحة وواضحة لمعالجة هذا الفيروس هناك دخول الدول المجاورة للعراق فيها حالات كبيرة على مستوى ثالث بالعالم وصلت وأكثر هذه الحدود لا زالت مفتوحة بدون إغلاق أو بدون إجراءات سلامة عامة قابت بهذه الحكومة هذه الحكومة الآن والدولة العراقية والحكومة العراقية تعيش أزمة حالية هذه أزمة أمنية والآن أزمة صحية تحولت بعد حالات يمكن وهناك قد يكون العديد من الحالات الفيروس منتشرة ولا أحد يعلم عنها ما هو مطلوب الآن هو أن يكون هناك إجراءات سليمة وهناك متابعة لهذا الموضوع من خلال إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات والسلامة العامة التي تضمن عدم زيادة هذه الأوبئة أو الفيروس وانتقاله إلى باقي المناطق صحيفة عمان العمانية خلافات سياسية وراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة من المسبب الرئيسي لهذه الخلافات برأيك؟ لعل فشل محمد علاوي في تشكيل الحكومة العراقية قد يضاره عن تشكيلها كان نتيجة لدقوط قوة وأحزاب سياسية في إيران هذه القوة والأحزاب لها مصالحها الخاصة لها حساباتها الإقليمية لها حساباتها الخاصة في المنطقة وفي العراق نفسه هناك المكون الكردي له حساباته هناك بعض المكونات السنية لها حساباتها وهي أيضا رفضت هذا الأنبو هناك أيضا أحزاب أو قوة عراقية لها علاقات مع إيران تضغط عليها بمصالحها بنفوذها في تشكيله هذه الأحزاب وهذه القوة تريد أن تحصل على مكاسب أكثر سواء بعدد الوزارات بالمقاعد الوزارية هذا ما رفضه من كده كان محمد علاوي وأكد أنه لازم يكون هناك أو بالضرورة أنه يكون هناك وزراء موضوعيين وليس على حسابات حزبية أو طائفية لأنه شفنا أنه بالماضي كيف كان الحكومات تشكل وهذا ممكن كان أدى إلى فشل حكومة السابقة وأدى إلى اختلالات ومظاهرات التي شفناها تخرج في الشوارع العراقية وأدى إلى فشل هذه السياسات الحكومية السابقة فرح نقع في نفس المطب التي وقعت فيه للحكومات السابقة هذا نحن في العراق بحاجة إلى حكومة مصلحة وطنية عراقية بالدرجة الأولى بعيدة عن كل حسابات البذهبية والطائفية والحزبية والإقليمية وكل هذا هو بعد عودته إلى ربنان محمد توفيق ألاوي بدأ يصرح يقول كنت أتعامل مع مافيات وليس مع سياسيين يريدون مصلحة العراق وهو ما ذكرته هي تحالفات هي أفضل مصالح مصالح قدمت مصالحها على مصلحة العراق الوطن والشعب الواحد نعم من المقالات مقال في البيانة الإماراتية لمحمد عاكف أزمات العراق تتعمق وتزداد حدة ويقول أيضا الأوضاع في العراق لم تعد تتقبل أنصاف الحلول فيما يتعلق باستيادة البلد أيضا تعميق الأزمات من المسؤول عنها برأيك هناك قوة كما ذكرت قوة إقليمية في المنطقة وقوة عالمية دولية لها مصلحة في أن يبقى العراق مقسم أن يبقى العراق بعيد عن أمته العربية والإسلامية أن يبقى العراق ضعيف أن يبقى العراق بالأصح تابع لهذه القوة ولهذه الدول هناك إيران هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تدخلات من دول مجاورة أخرى هناك تدخلات هي التي تضغط لهذا الوضع نعم صحيفة كل الأخبار العراقية تناولت الإحاطة التي قدمتها الممثلة الأممية في العراق لمجلس الأمن السيدة جينين بلسخارت وهي بمجملها لتكريس فكرة مواجهة ومعالجة الميليشيات وإضعاف تدخلات الخارجية الإيرانية التي تحدثت عنها قبل قليل وإمكانية أن تكون تلك التقلبات جزءا من حالة التغيير برأيك وفق معطيات اليوم هل سيكون للمنظمة الأممية دور فاعل في إخراج العراق مما هو فيه في ظل المعطيات الآن الحالية لا لن يكون هناك دور رئيسي أو دور مؤثر هناك ليس فقط إيران هناك الولايات المتحدة لها مصالح أيضا وهي لن تتنازل الولايات المتحدة عن هذه المصالح ولن تسمح بتدخلات دولية حتى لو كان بقرارات أممية فلن تسمح هناك قوى إقليمية وقوى دولية لها مصالح في هذا البلد لن تسمح بتدخلات أممية تفقد هذه المصالح وتحد من سيطرتها على القرار العراقي وتدخله فيه صحيفة العربية الجديدة اللندنية هناك عنوان حلفاء إيران يحركون ملف ضحايا قصف التحالف الدولي الصحيفة تنقل عن قانونيين إراقيين أن الحكومة تعتبر مشاركة أيضا بصفة متورط في قضية سقوط ضحايا مدنيين بغارات التحالف هل الحكومة فعلا متورطة في العراق في هذا الملف؟ هي كما تحدثنا سابقا نعم هذا التحالف التحالفات أو التحالف الذي القصف التحالف لهذه المناطق العراقية كان بناء على ممكن على تفاهمات أو مصالح للحكومة العراقية ممكن هي ليس متورطة بشكل مباشر بالمعنى أنه هي متورطة لكنها كانت يعني هي طرف لا أحد ينكر أن هناك كان لحصوبات كان لها دور فيه أنه أعطت الضوء الأخضر وهي أصلا مسلوبة الرادة يعني ليس لها قرار هي يفرض عليها هذه من القوى خارجية وقوى إقلامية فهي يعني ليست صاحبة قرار في هذا المعنى حتى أنه نحكي أنه هي متورطة بشكل مباشر لكن بكل تأكيد أنه هذا القصف قتل المدنيين العراقي سواء كان من التحالفات الدولية تحت أي حجة أو كذا قتل المواطن البريه هو أكيد أمر مرفوض وأمر مدان وأمر الجبان ننتقل إلى صحيفة الغد الأردنية هناك تقرير يتساءل لماذا تفوق نسبة وفئة كورونا في إيران نظيراتها العالمية ما الأسباب برأيك؟ ما حدث في إيران يمكن هو كان بداية كان في إطار التكتيم الإعلامي أو الخوف من انتشار هذا تعرف أن هناك مصالح لهذه الدولة قد يتأثر سعر النفط قد يتأثر قوة الدولة وكيانها بالنسبة عالميا حاولت تكتم على هذا الموضوع مع أنه في دول هي صاحبة القراءة مثل الصين كانت هي اللي اكتشفته وسحبت رعايةها من إيران بمجرد ما اكتشفوا الفيروس لكن للأسف هذا ضاعف وفاقف من الحالة وزاد من ارتفاع عدد الحالات حتى أنه كان في خلاف ما بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني الآن تدخل الحرس الثوري الإيراني بآلياته بالتعقيم بالشوارع يعني الوضع صار أنه التكتم لم يعد مقبولا يعني لم يشي يعني هاي وباء عالمي أصبح الآن يعني في كل دول هو منتشر فهذا التكتم لم يعد يعني مبرر ولن يخدم إيران العكس هو سيزيد ويضرب المنطقة ويضرب الشعوب المجاورة أو المعاطع والدول المجاورة من خلال انتقال هذا الفيروس إليها نعم أيضا في عكاذ السعودية مقال لحمود أبو طالب نظام إيران تصدير كل الأوبئة يرى الكاتب أن النظام الإيراني يشكل خطر مستمر على الأمن والسلم العالمي وذلك بنشر الإرهاب في محيطه القريب والبعيد والآن مع انتشار فيروس كورونا ثبت قدوم هذا الفيروس من إيران لماذا هذا الدور الإيراني في الإقليم الملتهب برأيك أنا لا أعلم الكاتب ماذا قصده بالضبط أنه إيران صدرت الفيروس فهذا أنا لا أعتقد أنه يعني موضوع أو أصاب في هذا أنه إيران يعني هي متضرر أول من الفيروس فتصديره بالتأكيد سيعود عليها بهذا المرض وهذا الفيروس سيؤثر على المنطقة ومعرة هي نفسها هي جزء من المنطقة يعني لكن إذا أتينا عن النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية من 79 من بداية استلام الثورة في إيران كانت هناك تختلق الأزمات تختلق المشاكل في عدد الدول المجاورة تحاول تدخل في شؤونها في الخليج في العراق في كثير من المناطق العربية ودول المجاورة نوعا من فرض السيادة من التدخلات من حاول السيطرة على المنطقة هاي معروفة وهاي يعني موجود يعني لا أحد ينكره نعم أخيرا في الصباح العراقية مقال لصالح الشيخ خلف كورونا يغير معالم الحياة الكاتب هنا يقول الأكيد نحن أمام حياة جديدة يدخل فيروس كورونا في صناعتها وما هو إلا هزة مبكرة وخفيفة من هزات الزلزال العالمي الجديد الذي يريد أن يدخل بنا للحياة الجديدة إذن هناك تغيرات في النظام العالمي يبدو هزة كورونا انخفاض أسعار النفط تهديدات للسلم والأمن العالمي العالم إلى أين برأيك ونختم بهذا الآن أزمة كورونا هي أزمة زي ما تفضل هو وباء عالمي تحول إلى نوعا ما إلى وباء عالمي الآن أسواق النفط في انهيار أو الخفاض حاد وصل إلى معدلات قياسية يعني لم يشهدها العالم من سنوات طويلة هناك برينت الآن 31 دولار هو رقم يعني خسر خلال فترة خلال أسبوع أكثر من نصف القدر هناك انهيار في الأسواق المالية العالمية أو انخفاض نزلت كانت متحدة أربعة ونصف بالمئة السوق الأمريكية الأوروبية ثلاث ونصف السوق الأسيوية وصلت إلى خمس ونصف يعني نزول بهذا الأسواق المالية هاي تأثير كبير وهناك قد كما يتحدث وتحدث الخبراء والمحلين أننا قد الآن احنا أمام أزمة عالمية جديدة بسبب هذا الفيروس هو الآن يعني لكن هناك كان فيه معطيات إيجابية يعني مبشرة أنه من نسمع اليوم أن الصين أغلقت أو فكت آخر مستشفى لمرضب ودليل على أنه هناك تراجع في هذه النسمة هنا ممكن أن نسيطر عليه والأيام القادمة لكن هناك فيه أزمة وهناك فيه مشكلة عالمية تحتاجها تضافر الجهود من كل دول العالم والتعاون وكشف أهم شيء كشف الحالات وعدم الاختباء وراء الأمن القومي والخوف من أعطاء الحقائق للمنظمة الصحة العالمية للسيطر عليه كل شيء الآن رهن العلم والعلم متطور ومتقدم ونحن فيه وصلنا لمراحل لا شيء يعني ما بدنا الخوف للناس أنه إحنا زي أمراض سابقة زي الطعون هو كما يتحدث أطباء يعني قابل يؤثر على حالات رغب كل شيء لكن هناك فيه تهويل أنا أرى أنه هناك تهويل وهناك دول استفادت اقتصاديا من هاي ممكن حتى الصين يكون استفادت من هاي الأزمة والآن زي ما حكيت أنه الصين الآن بلشت فيه تراجع أعداد هاي خبر مبشر أو شيء مبشر أنه على انحصار هذا الفيروس بالنسبة لعالمنا العربي ماذا عنه خلال المرحلة القادمة بالنسبة للكورون للفيروس هناك يعني العالم العربي وغيره من الأمور الأخرى والتقلبات الدولية العالم العربي هو مغيب عن التقلبات الدولية سيدي ليس له تأثير جاد هناك تأثيرات جاد يعني ضعيفة العرب ليسوا يعني الآن مالكين صانعي قرارهم هناك تدخلات في كل قوى عالمية تدخل في كثير من الدول تسيطر على كثير من القرارات لحساب مصالحها العرب ممكن نحكي أنه الآن في أضعف حالاته نعم إذن بهذا نختم أشكرك شكرا جزيلا لدكتور فتحي على هذا اللقاء شكرا مشاهدينا كان معنا الدكتور فتحي الأغوات الكاتب والمحلل السياسي حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج أسبوع الصحافة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوابراكاته اشتركوا في القناة